السلام عليكم جيتكم دون نهاتر لكم على انغروماتخ دولار منزيكم ألوف وهو حسن العنبي باسمه الحقيقي هو حسن عوشال الله يرحمه وسعليه كليني من 1925 لـ 20 نوفمب القصر بليد بجايا حسن العنبي هل يحدث عن نبا اذاك سيبارا الله يرحمه وسعليه الى بينا اكزقتم اكاد تغزاني اللي اغيت اليقل دونك كان متولع بالمالوف بالاندلوس وكان هو يغني الشعبي بدأ يتعلم في المالوف ويتعلم مع الشعبي من تروح اخرى من تحلوة اخرى وكان ودك الوقت كانوك شيخ كبار منهم محمد الخرد الله يرحمه ايه وشافه يعني انسان ناشط ومتربي ويحبل في الناد وعطيل وقدره ويكتب المكتوب ولا يخدم مع حمد الكرد غنا معاه في صهرات في الجزائر في عنابة في سجهراس ما مع محمد بنيني لانكل تاع حمدي بناني الله يرحمه محمد بناني دونك سيتي لانبلام لانبلام محمد بناني بيولان عندي واحد الوهبة يعني وعندي واحد الودم الله يرحمه وسه عليه وهو يعني من هما لمعروفة في عنابة وماليها ناس مطربيين وناس يعني حضارة وهي المحافر المحافر هدي يعني جابت رجال وفنانين ومنهم حسل عنها بي محافر دونك جوله ونقول لولاد بلادي تبارك الله وفيكم بس كورا وعلم يعني الشي عجيب وورام الله يبارك كلهم رام الشيخة كبار ومنربوا بيهم الامتل هنا في الغربة وكيف سأقول لكم أخوة على حسل عن نبي نبعد معك شخروه على نادر ومنحبس على حسل عن نبي الله يرحمه وسهله لذلك جوهو سواد وحطوا بدنيكم دوكو تسمع شوية طرفتا حسل عن نبي ومخليوكم نقول لكم نتكم سعيدة موسيقى سعيدة موسيقى موسيقى شخص الرسالة موسيقى ومعشكة موسيقى فهو لم يكن لديه موالا عندما كان يذهب في عينبا فهو لمساولة عام 14 عام فهو تنسى في عام 30 عام للمسيك شعبي في المتحدة من المتحدة مثل الشيخ تيجاني بحمد بن إسا و الشيخ الأقبي كريو يريد أن يشعر فيه كله يعمل مع العصوى وفضل في التعارة في الواقع الواقع درسيه في الواقع عمار بن مالك وقم يشعر في الواقع يشعرون هذه المشاوعة في الواقع في المناطقه مجموعة في الثاني في العالم الأنصار من جميل وصفه وصفه لاحظة الهدفة تابا كشي تابا أعنجا ربطيسي يجب أن يكون لديه لحظة من قطوير دي سيديد أعنجا حسين خيمار يجب أن يقلق دابيسي تمالوف يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب المترجم للفيديو وفرصة النقطة التي تساعدتها في البيان وفرصة الطبيب تصدر كبير من الأولى لتنهائي عام مفرق تسمى مفرق وفيدي كثيرا وفرصة لفرصة المغالق، بالنسبة للمشاهدة من المشاهدة فقط للمشاهدة للمشاهدة ومشاهدة للمشاهدة سلوى بعد قبل 10 سنة حسن الذي يمتعوني الاشيوخ سيسويا للمشاهدة للمشاهدة مع محمد بن ناني قلت محمد 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 يتعلمون ومع ذلك ومع ذلك مع الشيخ سمي في القناة كانت محلسة من المحلس كانت محلسة من المحلسة من الشيخ من إسا بن عيسى إتجين في 1948 يجوه في الأولى ومعه المالوف حيث أنبا شيخ محمد القرد كانت أيضا شيخ عمار شقلب إيسسونة وحسونة وصدق بيجاوي أبا جاية وكتبها يجب أن يقوم بيجاوي في سكارس من يجب أن يساعد في البرمسان في مجمع أمام بيجاوي وحسنونة وحسنة وحسنة في الآن يقوم بعمية من عبدالعزيز ميمون مادر ومسيح ومسيح Noch mieux dans la maîtrise des instruments et il incitera à créer son propre orchestre Ces talents ne s'arrêter pas là puisqu'il finira le temps de quelques tournées avant le théâtre aux côtés de BeshTarzi Al'Anabii Joua dans une pièce Antisar Al Haqq la victoire du bien الوادا الحاقير le dernier radieux sur scène avec un violon ou un houd il devient célèbre avec la sortie de son premier disque en 1958 qui se composait de deux chansons Fethima Yabini Oushen et Jimmy Fethima Pate Macaron Yabini Moulette El Seg El Darif et aussi des succès puissants dans le répectoire classique Cheikh Hassan Aller donner un cachet spécial au Malouf Al Nabi Jusqu'à là dominé par celui d'Al Qurd ou celui des chanteurs Constantinois il était l'un des artistes doués et un homme fier comme tous les artistes de son genre quand il mourut le 30 septembre 1991 à Anaba à la suite d'une attaque cardiaque résultant du diabète il ne laissa comme seul héritage à son fils Baziz musicien lui aussi que ses notes de musique merci à tous merci à toutes de nous avoir suivis pour ce portrait d'artiste qui est le portrait d'artiste de Cheikh Hassan Al Anabi Allah il rahim il rahim il rahim il il est tout tout à zumindest